تسأل عن السجادة التي فيها صورة الكعبة أو المسجد النبوي تقول ما حكم الصلاة عليها وكذا اخت الفاطمة بارك الله فيك الكعبة هذا بيت الله عز وجل عظمه الله عز وجل قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الكعبة هذه يطوف الناس فيها قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة هذه هي قبلة المسلمين ولذلك يتجهون إليها في صلواتهم والكعبة من شعائر الله المعظمة قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه ما يليق إن الإنسان يحط الكعبة تحت رجليه ما يليق وما يليق يحط مسجد النبس سلم تحت رجليه حتى لو كانت صورة حتى لو كانت صورة ما يليق وهذا لا شك بأنه امتهان لهذه الحرومات لهذه الشعائر وهذه فيه ابتذال يعني يصل الحال بالناس بعدين إلى امتهان الكعبة وابتذاله وعدم الاهتمام وسبحان الله تذهب هيبتها من النفوس والقلوب لأنه يوميا قاعد يدوس عليها فاتركوا هذه السجاجيدة اللي فيها الصور وغير ذلك الإنسان الأصل أنه إذا جاء يصلي يصلي على شيء غير مشوش ما يشوش عليه الآن السجاجيد للأسف الشديد تأخذ بالأبصار ألوان وتداخلات وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة وأهداها واحد اسمها أبو جهم صحابي جليل انبجانية فيها خطوط مخططة فلما صلى نبي سلم يعني هالخطوط هذه أثرت على خشوع عليه الصلاة والسلام فلما انتهى رماها رماها قال عفوا البردهد رماها قال واتوني بانبجانية أبي جهم هذه العباء السادة يقولون سادة فهذه التي لها أعلام كساء كساء له أعلام وخطوط بيضة وسودة هي التي أزعجتنا وسلم أقلقته ولذلك رماها بعد الصلاة وقال اذهبوا بهذه واتوني بانبجانية أبي جهم ليش لأنه سادة فالإنسان لما يصلي يصلي على مكان ما يشوش عليه نحن الآن بالكاد يعني الواحد ها يخشع خمسة بالمئة عشرة بالمئة صح ولا لا خمسة عشرة بالمئة هذا بعضنا ومع ذلك نورط أنفسنا بمثل هذه التلاوين وهذه المشوشات والمشغلات لا المفترض الإنسان يتهيئ لصلاته اشتركوا في القناة